في شهر أكتوبر 21 من كل عام تركز الحملات الصحية في جميع ألحاء العالم على تثقيف الناس حول الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه كونه الشهر الخاص بالتوعية بمرض سرطان الثدي سرطان الثدي هو مرض يحدث عندما تتضاعف أنسجة الثدي وتنمو خارج نطاق السيطرة وتشكل تورما أو ورما تحدث معظم أنواع سرطان الثدي بسبب شيخوخة أنسجة الثدي أقل من 10% من الحالات هي من جينات سرطان الثدي الموروثة يصاب كل من الرجال والنساء بسرطان الثدي ولكن غالبية الحالات تحدث عند النساء فوق سن 60 عام الوعي واليقضة للأعراض والعلامات المبكرة من سرطان الثدي يمكن أن تنقذ حياة المصاب فحين يتم الكشف عن المرض في مراحله الأولية المبكرة تكون تشكيلة العلاجات المتاحة أوسع وأكثر تنوعا كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدا معظم الكتل التي يتم اكتشافها في الثدي ليست خبيثة ومع ذلك فإن العلامة المبكرة الأكثر شيوعا للإصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء والرجال على حد سواء هي ظهور كتلة أو تكثف في نسيج الثدي هذه الكتلة غير مؤلمة غالبانا أما أعراض الإصابة بسرطان الثدي ما يلي أولا إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم في حلمة الصدر تظهر أحيانا مع ظهور الورم في الثدي ثانيا تراجع الحلم أو تسننها ثالثا تغير حجم أو ملامح الثدي رابعا تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثدي خامسا ظهور أحمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي مثل قشرة البرتقال الباحثون اليوم يحاولون معرفة ما إذا كانت هناك أي علاقة بين التركيبة الجينية لشخص معين وبين العوامل البيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي وربما يثبت أن عوامل عديدة قد تسبب ظهور سرطان الثدي أما عامل الخطر هو أي شيء يزيد من احتمالات الإصابة بمرض معين بعض عوامل الخطر مثل السن الجنس والتاريخ العائلي لا يمكن تغييرها بينما يستطيع الإنسان السيطرة على عوامل أخرى مثل التدخين أو سوء التغذية لكن حتى لو كان لديك عامل خطر واحد أو أكثر فهذا لا يعني بالضرورة أن تصاب بمرض سرطان الثدي إذ إن غالبية النساء المريضات بمرض سرطان الثدي أصبنا فقط لمجرد كونهن نساء وليس لديهن أي تعوامل خطر أخرى إضافية وفقط لكونك امرأة هو عامل الخطر الأهم لسرطان الثدي فعلى الرغم من أن الرجال أيضا معرضون للإصابة بمرض سرطان الثدي إلا إنه أكثر شيوعا بكثير بين النساء عوامل خطر أخرى يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي السن تاريخ شخصي من التعرض لسرطان الثدي تاريخ عائلي الميل الوراثي التعرض لإشعاعات الوزن الزائد الحيض في سن مبكرة نسبيا الوصول إلى سن اليأس أي انقطاع الطمث في سن متأخرة نسبية وأيضا العلاجات بالهرمونات تناول أقراص منع الحمل والتدخين